استقبل الرائد الركن سمو الشيخ خاند بالحمد الخليفة قائد قوة الحرس الملك الخاصة عددا من ممثلي ومندبي شركات العالمية الكبرى المتخصصة بصناعة الوسائل الدفاعية والعسكرية ذلك خلال زيارة سموه لفعالية اليوم الختام لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع وقد بحث سموه معهم سبل تنسيق والتعاون الرامية لرفع وتطوير قدرات وكفاءة قوة الحرس الملك الخاصة التقى الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة السيد دوغلاس وولف مدير تطوير العمليات العسكرية بشركة بيل لوسائل الدفاع الجوية حيث ثمن سموه الجهود التي تبدلها الشركة في مجال تزويد المنظومات العسكرية بالتجهيزات والتقنيات الحديثة والمتطورة كما استقبل الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة العقيدة المتقاعد كيث تراستر مدير العمليات للشؤون العسكرية بشركة فايت سيفتي الأمريكية وتحدث سموه معه حول المواضيع المتعلقة بانشطة الشركة في صناعة الوسائل الدفاعية الجوية مشيدا سموه بما تمتلكه الشركة من خبرة طويلة في مجال الدفاع الجوي يمتد لنحو 65 عاما والتقى سموه السيد تيم يونغ نائب رئيس شركة دي تي سي لوسائل الحماية والمراقبة العسكرية الحديثة حيث ناقش سموه مع السيد يونغ الأحديث حول المعرض وما يمثله من فرصة كبيرة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات التي ترفع من القدرات القتالية وبحث سموه مع السيد روب روبينسون مدير التسويق والمبيعات بشركة كيوب تيك للتجهيزات العسكرية ومع سيد جون بريدسل مدير العمليات لشؤون الشرق الأوسط بشركة تريجيكون لوسائل الدفاع سبل تعزيز التعاون بين قوة الحرس الملكية الخاصة والشركتين مشيدا سموه بجهودهما في مجال دعم الوسائل الدفاعية والعسكرية التي تساهم في تنفيذ البرامج والعمليات العسكرية وفق أحدث الأنظمة والأجهزة والوسائل التي تحقق أعلى معدلات النجاح في الأداء العسكري وقد أشاد من دبو الشركات العالمية الكبرى المتخصصة بصناعة الوسائل الدفاعية والعسكرية بمستوى التنظيم والمشاركة الكبيرة في المعرض متمنين في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح للرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في الجهود التي يقوم بها سموه لتعزيز قدرات قوة الحرس الملكية الخاصة